صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يقول ما المراد بقوله فترة من الرسل وهل أهل الجاهلية قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة على فترة من الرسل أي مدة لم يبعثها نبي وكانت قرابة ستمئة سنة بين عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفترة ما جاءهم بها نبي حتى اندرست الرسالات ويأتي الكتب وانتشر الفهر فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية لإنقاذها من الظلمات إلى النوع فهو يأمر أهل الكتاب ويدكرهم بنعمة الله ويأمرهم بأن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أما المشركون في قبل بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون من العرب فهم عندهم بقايا من دين إبراهيم لم تنقطع عنهم آثار الرسالة وعندهم بقايا من دين عيسى عليه السلام ودين موسى عندهم بقايا من آثار الرسالة موسى موسى